بس بالبداية قبل ما ندخل في الحوار والمشاكسات حابة أقول لك مبروك على جائزة دبي للإعلام الأفضل لمحتوى تستاهل والله دكتور ألف مبروك طيب النباتي ولا حيواني؟ من الآخر كده؟ من الآخر خد لتنين مع بعض لو خدت أحد الطرفين هتخسر كتير فالأفضل على الإطلاق أنك تجمع بين الأثنين مش معقولة ربنا عمل الحيوانيات عشان أكل نباتات وربنا مش عمل النباتات عشان أكل حيوانات لماذا حسيتك أنت مع النظام النباتي؟ لا خالص أنا عمل أربع خمس حلقات أنا لماذا لن أصنح نباتية من خمس سنين لا يمكن أن أبقى نباتي ولكن أنا بعالج ناس بالنظام الحيواني يعني يأكل كارنيفور يأكل لحمة بس ده بيقلل الاكتئاب الكارنيفور ضيت يقلل الاكتئاب ويحسن القولون تماما يعني الناس اللي بقالها عندها انتفاق عشر سنين بعد ثلاث يام من أكل لحمة بيخف الكارنيفور بيأكلوا لحمة بس لحمة واستيك وأعضاء حيوانات مهم قوي وشربة عدم البقر الفراخ لحمة بيض بس كل ما يخرج من الأرض ممنوع لفترة بيتعالجوا بقولك الاكتئاب والإكزيمة والقولون التقرحي والقولون العصبي كله بيروح في شهر الثلاثة والله خالص اسمه كارنيفور ضيت ناس تقرى عنه طيب بس دكتور يعني اللحمة فقط ولا غير طيب في نقرس لا فيش حكس معها كده الكتب الطب بتقول النقرس بيجي أول حاجة من الفراكتوز دلول فاكهة سكر الفاكه هو اللي بيجيب النقرس عشان كده النقرس عند الناس مين أكتر ناس اللي عندهم سكر دعوا السكر الناس اللي عندهم كارنيفور ما بيجي لهمش نقرس بس دكتور يعني سموه ده الملوك أصلا هذا النقرس الملوك دلوقتي ما بيجيبهش لحمة الملوك دلوقتي نباتين على بقية لا بس هما يعني نسبة إلى اللحوم مع فلوس بيجيب لحمة أنا رأيي الاثنين النبات بيخسر كتير ما فيش بروتين ذوكواليتي عالية في كل المملكة النباتية إلا في حاجتين الكينوة والحنطة السود دول زي لحمة بالزبط الباقي كله ما فيش بروتين كامل العدس لا مش كامل ولا رز ولا فيش أي أكل ولا فول في حاجة اسمها كده بروتينات السينشل يعني الجسم ما بيصنعهاش لازم تكليها دي مش موجودة في كل اللحوم والسمك والفراخ إنما في النبات كله مش موجودة ألا في اتنين الكينوة والحنطة السودة مين بيأكل كينوة والحنطة السودة ناس لتعرفهمش ناس كتير ما تعرفهمش أيوة بس الكنوة أصبحت مشهورة الآن بس دكتر بالنسبة للعدسة البقوليات السوية الفول ده مش نبات مش أكل بروتين كامل طبعا ما هيعيش فيه هيجيله عضلاتها تقع وشعرها بيقع وجلدها بيكرمش عشان ما فيش بروتين والناس عادة بتأخذ مكملات غذائية كده هتمشي بدام أنت روحت للجانب النباتي وخدت الأوميجا 3 وخدت الإلكارنتين خدت بروتين وخلاص تعوضت روحت للنباتية خدت البرون وخدت فيتامين سي تعوضي بس فيها عندي نقطة جميلة قوي عارفة فيتامين سي اللي الناس كلها فيتامين سي مهم قوي الناس الكارنفور اللي بيأكلوا لحمة هيجيبوا فيتامين سي لا برتقان ولا فكهة حاجة مهمة قوي الفيتامين سي فيتامين سي في التركيبة الكيميائية بتاعته شبه السكر أوكي فالناس اللي بتاكل سكر أو بتدخن الفيتامين سي مهما تخدي ما بيشتغلش فيبقى عنده على طول برد وعنده التهابات اللي بتدخن والإيه؟ ولا بيأكل سكر أوكي أوكي لأنه بيدخله في نفس المكان ففيتامين سي ما يدخلش والسكر اللي يدخل الناس اللي بتاكل حيوانات بتعرف إن كبدة البقرة بتصنع البقرة ما بتاكلش عصير بورتوان بتشافش عصير بورتوان بتجيب فيتامين سي منين بتصنعه داخلها البقرة بتصنع فيتامين سي كبدة البقر فيها فيتامين سي أكتر من التفاحة وحب قد كده من فيتامين سي يكفوا الناس اللي بيمشوا على اللحوم لأنه معندهش سكر يضيع فيتامين سي بتاعي فحب بتأد كده تخلي من عادتهم في السمى على فيتامين سي حبة صغيرة الناس الكنافة وخبز والدي فيتامين سي على طول واقع لأنه ما بيمتصش من الجسم فالناس بالرغم قلة الفيتامين سي مع أكل الحيوان ولكن بيفيد أكتر من الناس النباتين وبيمتصوا الجسم ممكن مثل ما ذكرت أنه أفضل في حال إذا الواحد بيأكل سكر لا ما يمتصش يا فيتامين سي يا السكر فالت سكر كتير فيتامين سي وعشان كده الناس اللي بتاكل سكر يلاقي حبوب طلعت في وشه التهاباته عالية يجي له سكر طيب بالنسبة لل اختيار بينهم أفضل كطبيبة عندي أكتر من عشر تلاف متابعة متابعت معاهم كل طول الأسبوع أكل فيه أكل حيواني وباخد يوم أو يومين أكل نباتي فأنا استفدت من الاتنين خمسة أيام خدت البروتين الكويس وخدت الإلكارنتين وخدت الأوميجا 3 ويومين خدت الأكل النباتي مضادات الأكسادة والأفضل نصيحة مني خمس أيام ايوة اه خمس أيام أكل عادي اللي هو الناس اللي بتاكلوا لحمة ورز وصلطة ويومين نصيحة أو جربوا يوم واحد ما تدخليش المطبخ يعني يعمل ايه يعني كل أكل طبيعي ما تحطش على نار عشان انت عارفة أي أكل بتحط بروتين على النار بيتغير شوية أوكي فانت لو كلت يوم في الأسبوع انت طبعا مش للبابيز أيوا أيوا كل فكهة كل مكسرات كل بزور كل طبق صلة كبير ما تدخليش المطبخ كل الحاجات اللي هي المبرعمات اللي هي كلها مضادات أكسادة يوم واحد في الأسبوع نباتي ما يتحطش على النار بيغير الأسبوع كله دكتور بس خمس أيام في الأسبوع نحن لحمه كل يوم يعني مرة سمك مرة بيض أيوا بس يقال انه كثير أيضا انه خمس أيام كل يوم مثلا يوم لحمة يوم سمك يوم فراخ يومين سمك يومين سمك في الأسبوع يومين سمك عشان الأوميجا 3 وبروتين خفيف طيب لو نختار مثلا ما بين الحديد من كبد الحيوان ممكن كنت بتتكلم على فيتامين سي أيضا أو من السبانخ ما فيش الكلام ده انت بتتفرج على باباي وهو صغير فعلا يصير جوي أيوا ده كلام كلام تاري ما فيش حديد دكتور كيف ما في حديد في سبانخ أيوا في حديد بس في نوعين من الحديد نوع اسمه هيم هيموجلوبين يعني بيعمل الهيموجلوبين بتاع البشر وجاي من حيوان دم عنده دم هي السبانخ فيها دم هتصنعلك دمك إزاي حديد السبانخ والبعض يعني فيه كمية حديد بس قليلة مش هتكفيك مش هتكديك الحديد هيبع عندهم أنامية على طول طيب ما فيش زي لحم البقر لا مش عضم البقر يا آسف كبدة البقر أكثر غزاء صحي خلق على كوكب الأرض واو كبدة البقر ممكن تعيش كبدة البقر لغاية آخر عمرك كبدة البقر بس واو فيها كل حية والأويستر عشان الأمان عارفها المحاريات اتنين دول فيهم تعيش عليهم طول حياتك من كومتر المعادن والفيتامينات ومضادات الأكسادة بس مهولة مهولة أنا صراحة يعني أول مرة أسمع أنه كبدة البقر يعني عادة بنأكل كبدة الفراخ الفراخ والمعز لا كبدة البقر ده بست يعني أفضل أكلة تديها لجسمك لشعرك طب كيف طعمها ينتم تقول للناس بتتحب طعمها تقينش أحد يأكل كبدة بقر أبي أعمليها يعني أعمليها في فرنش طب كيف المفروضة نحضرها كيف طريقة الطهو عشان كمان نستفيد من كل العناصر الموجودة ديها أنا بعملها في زلدة يعني دم خفيف كده رهيبة تنغسل أم لا تنغسل عادي انت تخذتين في موضوع الطبخ أنا دكتور طيب انت اللي تولي اللي بتطبخي ازاي أنا مراتي اللي بتطبخ أنا حعمل كبدة تروع عشان دكتور ازاي لا ممكن لها طريقة معينة كمان بس ما تحمريهاش في الناس يعملوا سليسز ويحمراه في زيت بوزة لا في زبدة أو مسنوعة أو شرمة كمان يعني قال لك خلاص مراته المنتج أسامة بيقول تتسلي أم لا تتسلي عادي 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 تقطعها الشراحة وتتسلي ممكن تتسلي وممكن تتشوح وبساعة مشكلة بيطبخ اليوم كبدة البقر عشان كده مهتم بالتفاصيل بيسأل طيب الأوميجا ثري من السالمون ولا من المكسرات حلو الله عليك السؤال ده بصي 15% فقط من البشر بيخستفيدوا من الأوميجا ثلاثة اللي جاي من أي نبات أي نباتات المكسرات بقى بزور أي حاجة إنما عشان ربنا يدينا من النبات بيدينا ALA مادة لازم تتحول في الجسم ل-EBA و-DH اللي احنا بنستخدمها طب 85% هيكلوا من النباتات مش هيستفيدوا فالسمك وخلي بيك في نقطة برضو مهمة أوي عايز أوميجا ثلاثة من الحيوان إنسان يجي لك من النبات أنت غالبا مش هتستفيد النقطة التانية أنا لما بلاقي الناس بتاكل حراك سالمون ليه؟ مليان أوميجا ثري وأول ما يقعد يشيل القشرة ويرميها يا سلام القشرة حضرتك هي اللي فيها أوميجا ثري مش في اللحمة هي دهنة مش في السلوة لا في الدهون دهون اللي تحت الجلد جلدة الفرخة هي دي الأوميجا ثري إنما أنت قشرت الجلدة وشلت جلدة الفرخة ما بيخاف عشان لو فيها يعني سمو ممضات أو واخدة بس أوكي لو أنت جبتها عضو كويسة الأوميجا ثلاثة في الدهنة مش في اللحمة خالص أوكي طيب بسألك كمان فيتامين دي من الشمس أو من الحليب حليب لا طعم الشمس الشمس مايه على فكرة الحليب لا أنا بدك 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 بديك الخيارات بدك قدت فيتامين دي مفهوز معزز إنما يلاقي الشمس طبعا مليون في المية أو المشروم تعرف المشروم خطي تلك ساعة في الشمس هياخد الشمس يحول الفيتامين دي وتكله جاهز أوكي وارخيص المشروم اللي هو الفطر المشروم في الشمس وناكله طيب أنا بدي بس الخيارات لأنه هذا أو هذا لأنه هذا فيه موجود أكيد بنسبة مختلفة أكيد أنه الشمس بيكون أكثر بس فيه ناس يقول لك أنا بعوض أنا بأكل والله مثلا مكسرات فيها أوميجا ثري أنا بشرب حليب في كالسيوم مثلا حليب بقر حليب بقر على فكرة كالسيوم في كل حاجة والله العظيم البشرية ما عندهاش نقص كالسيوم عارف هورك الجرجير هيجيلك منه كالسيوم إنما مشكلتنا إيه عشان كالسيوم يمتص عايز فيتامين دال بيزود امتصاصه 200% فإحنا كلنا ما بنعودش في الشمس لو كالت 100 كيلو كالسيوم هيدخل جسمك إزاي فإحنا مشكلتنا في دال إنما الكالسيوم في السمسم عارفة السمسم بس بقشره لو السمسم بقشره معلقتين كبار خدت كالسيوم اليوم كله مشكلتنا في دال مش في كالسيوم انسوا اننا عندي نقص كالسيوم أيوة فيتامين دال هو اللي يساعد على امتصاص الكالس أيوة طيب بما أنك أنت أصلا ضد الحليب النباتي الحيواني أدينا بس مميزات الحليب النباتي كذا مالوش مميزة بس مفوش الكازين اللي بيعمل التهابات مفوش دهون عالية مفوش لكتوز اللي لازم لكتز الإنزيم اللي عندنا بس أنا يعني بس ما له خواهد ما له أي قيم غذائية الحليب النباتي النباتي اللي عنده أكنك كالتي فيه بروتين عالي طبعا السكر قليل قوي وفيه كمية سعرات حرارية تحريقها كويس أكنك كالتي لوز يعني هو مش جاي من اللوز لوز مكسف أكنك جبت زبدة لوز بس على شكل حليب هي بفوائد اللوز أو بفوائد جوز الهند بتشربيها بس بتشربيها بالعافية الله يعطيك العافية شكرا لوجودك معنا اليوم بحياتي ليك